مرحبا بكم منذ انضمام الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 63 وهي تحرص كل الحرص على المساهمة في المنظمات والوكالات الدولية التي هي عضو فيها وذلك من أجل زيادة فعالية دور هذه المنظمات وتذليل العقبات التي تواجهها واليوم يحل الذكرى الرابع والخمسين لانضمام الكويت لمنظمة العمل الدولية وهي من أبرز المنظمات التي كانت قد حرصت على الكويت على الانضمام لها وكانت سباقة للانضمام إلى عضويتها قبل علان الاستقلال بأيام معدودة تطفئ اليوم الكويت الشمعة الرابعة والخمسين في مسيرة التعاون البناء والمثمر بينها وبين منظمة العمل الدولية التي أصبحت الكويت عضوا فيها منذ الثالث عشر من يونيو لعام 1961 فالكويت تحرص كل الحرص على المساهمة في المنظمات والوكالات الدولية التي هي عضو فيها وذلك من أجل زيادة فعالية دور هذه المنظمات وتذليل العقبات التي تواجهها منظمة العمل الدولية هي من أبرز هذه المنظمات التي كانت الكويت سباقة للانضمام إلى عضويتها قبل إعلان الاستقلال بأيام معدودة فقد أدركت الكويت منذ اللحظات الأولى أهمية ودور هذه المنظمة الدولية في المساهمة في بناء نهضتها الحديثة التي من أهم ركائزها قطاع العمل والعمال فانعكس ذلك على مشاركتها الفعالة في جميع المؤتمرات التي عقدتها المنظمة لتصبح الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي أعطت ولا تزال أهمية خاصة ومميزة لقرارات المنظمة وتوصياتها بما أدى لجعل الدور الكويتي مميزا في حركة العمل الدولية ولم تتوانى دولة الكويت عن الانضمام لكافة اتفاقيات المنظمة تقريبا وأبرزها اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي والاتفاقية الخاصة بالقضاء على التفرق العنصرية في مجال الاستخدام والمهنة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما انضمت الكويت إلى سبع من اتفاقيات المنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان هذا وتعمل منظمة العمل الدولية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البلاد وممثلي موظفي الكويت وأرباب العمل على مراجعة تشريعات العمل ودعم نشاطات بناء القدرات المهنية للعمال وفقا للمعايير الدولية وتقييم سياسات الهجرة ونظام الكفيل وتطوير القدرات الوطنية لتقوية وإجراء تقييم في مجال الحماية الاجتماعية من جانبه أشهد مدير العام لمنظمة العمل الدولية غيرايدر بدعم الكويت للمنظمة ومساهماتها الفعالة في تمويل برامجها لا سيما برنامج العمل اللائق الذي تقوم به المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919 ومقرها مدينة جنيف زويسرية وتقوم على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند إلى العدالة الاجتماعية